المسعري بالنسبة لموضوع الأمير بندر بالسلطان الأمير بندر بالسلطان شخصية خلافية منذ سواء كان غائبا أو حاضرا وبالتالي كان غيابه يتطلب بيانا رسميا من العائلة المالكة خصوصا وأن الروايات التي صدرت بشأنه تسبب اهتزازا لصورة العائلة المالكة وتسبب تصديعا حتى وضع العائلة المالكة على المستوى الدولي وبالتالي كان هناك حاجة لنفي الاتهامات على الأقل فيما يرتبط بمحاولة الأمير بندر بالسلطان تبني أو تختيط لمحاولة انقلاب ضد عمه ثانيا غياب الأمير بندر بالسلطان لفترة طويلة هذا يستدعب خصوصا هو أنه على رأس مجلس الأمن الوطني هذا الغياب كان يتطلب بيانا أو توضيحا على الأقل رسميا من العائلة المالكة أو من الحكومة السعودية أو حتى من رئاسة المجلس الأمن الوطني نفسه أن الأمير بندر بالسلطان سيخضع للفحوصات الطبية كما هي العادة حتى لو كان على سرير الموت للأسف الشديد يعني هذه الشخصية الخلافية بكل الروايات والقصص التي وثيرت حولها لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي من العائلة المالكة أو من العائلة السعودية ما يعني دكتور فؤال ما يعني أن هذه الشخصية غيابها كان بسبب مشكلة كبيرة في داخل عائلة المالكة وأن عودته أيضا توحي بأن ثمة مشكلة كبيرة تتقع في المرحلة القادمة دكتور آل زلفاء يعني سمعت دكتور المسعري استقبال كان مبرمج ومدبر هذا الاستقبال الحافل السؤال أيضا لماذا لم يكن هذا الاستقبال موضع اهتمام وسائل الإعلام المرئية لدى عودة بندر بن سلطان أولا ما يتعلق بأن بندر يعني غابة ثم عادة ليقوم بمهمة جديدة مع غياب المحافظين أو عودة المحافظين الجدد كما يقول الأخوان المدركة العربية السعودية لها سياسات ثابتة لا تتغير بحضور أشخاص أو غياب أشخاص فالأمير بندر هو واحد من الطريق الذين يعملون في داخل هذه المنظومة المتكاملة لرسم السياسات العامة واعتقد أن الأمير بندر وهذا الواقع الصحيح أنه كان مريضا بألم شديد انتظاره ويجيت لها أربع عمليات ذهب إلى المغرب للنقاعة لفترة معينة جال عنه المرض عاد برطة الوقاء استقبله زملاء الذين في سلاح الجو معهم استداء من الأمير المقرن وانتهاء بالأمير عبد العزيز عبد الله إذن القضية ما لها علاقة مع التفسيرات والكلام الطويل معقول أن الأمير بندر يدبر انقلاب على عمه وعلى أسرته الحاكمة انقلاباً ليكون للمرضي صالح من هل الأمير بندر ما هي القاعدة الشعبية الرهيبة التي يملك الأمير بندر عنسان يكون بانقلاب؟ هل هو قائد للجيش؟ هل هو قائد للحرس الوطني؟ هل هو قائد للقوات الأمن الداخلي ولا لغيره؟ وهذا لا يصدقه عقل بما يتعلق القيام بالانقلاب ثم حروبه ثم تنكره ثم وجوده في سوريا ثم عودته الغامضة. أما ما يتعلق بالإعلام لماذا لم يصمد الضوء على عودته؟ أنا أعتقد أنه الرجل كان يتعالج عادة مرة أخرى استقبله أصدقائي. هو يعيش طبيعية في بيته. عاد إلى عمله محافظ. لماذا يجعل حول عودته عالمان وكلام فويل وإعلام ناخره؟ دكتور المسعري. يعني تحدثت منذ قليل عن مؤشرات هذه العودة ومؤشرات الغراب. وتحدثت عن سيناريو له علاقة بالإقامة الجبرية في سوريا. طبعا هناك مؤشرات كثيرة عودة العلاقات السورية السعودية إلى طبيعتها. وأيضا عودة العلاقات الأمريكية السورية. ولكن ما يعنيه اليوم أو السؤال اليوم عودة بندر؟ هل هو هي عودة للسقور إلى الواجهة الجديدة في الرياض؟ وذلك بعد عودة المحافظين في ظل عن الانتخابات التشعرية في منتصف الولاية في الولايات المتحدة. خصوصا بعد فشل المفاوضات التسوية في المنطقة. أعتقد بس لتعودة السقور في الرياض. ما في الرياض سقور ولا حمائب في السعود. في عند آل سعود سياسة صحيحة. دبعوا مصيحة أن يقول لها سياسة ثابتة. والسياسة ثابتة هي نقطة واحدة. أو قضية مصدرية واحدة. وهي البقاء في الملك. وإبقاء الملك ملكا يكون فيه الملك ملك لكل شيء للأرض ومن عليها والبقية بمثابة العبيد. هذه هي القضية السرابيجية والقضية حتى تحاول موضع السعود. كل من يساهم في تحقيقها فهو صديق. ومن ينتقد هذه فهو أحده. كانت بريطانيا هي الصديق الذي أنشأ الدولة السعودية الثالثة. فهي الصديق. فإذا جاء الدولة أقوى وأعظم بالأمريكا حلو عالمية ثالثة تصبح هي الدولة الصديقة والراعية والحامية وإلى آخره. هذا هو المذهب العام والمبدأ العام الذي يسير عليه النظام السعودي. وكل ما شودات من استراتيجيات والتكليكيات تتغير. الصقور في الآخر. بالكي نعم. لأن السياسات ظراك وما بطارنها بدأت تبوب بالفشل. لم ينجح في العراق. بدأ أعلى للفشل طريحا. وكذلك في أفغانستان هو من طريق إلى الفشل البين. وزمع الضفعات الصقور إلى الأمام يحاولون أن يعودون إلى سياسة الاستخدام القوة المجردة. لكن ليس بأمريكيا مباشرة لهذا متعذل الآن وعلى مطريق العملاء. ومن أقوى العملاء وأكثر إمداءا وتمرسا بالجوائد الاستخدام. هي بندر بالسلطة. ولهذا من المهمت أن يعود إلى الواجهة وأن يشارك مشاركة فعالة في التآمر على دول المنطقة وعلى دول العالم الخاصة. في أمريكا الجنوبية الذي كان له مشاركة بالتآمر عليها أيام مسألة الكونترا. فإذن عودة الرجل مؤشر الخطير أن هناك مؤامرات تدبر مثلا ضد دول الجوار ومثلا ضد ليبيا إلى آخرين. فليح ذر الجميل. والمقصود بذلك هو تثبيت عرش الأسعود. أما كونه من المستحيل أن يقوم من العملية القلابية. لا أتغير مستحيل. لأن بندر يعرف تماما أنه بالنسبة لأسعود ابن العبد الأسود. أنا لست عنصرية لكن هذه عنصرية لأسعود. ولن يصل يوم من الأيام إلى الملك. فإذن من باب علي وعلى عداء يا رب يصل إلى الملك وإلى السلطة. إما بملك الأساس هو لنفسه أو إلى نظام جمهوري على الأمد الفلسط والطويل على النبوذج الأمريكي وجه الأمريكي. هذا معقول جدا مداما يعتقد أنه بإمكاني أن يحكم 15-15-20 سنة إلى الأمام. هذا ممكن جدا ليس لو في داخل السعود أي مكان مداما أنه كان وما زال ابن العبداء أو ابن الأمام. لا سيما الأمام السوداء. هذا معقول جدا وليس كلام الدكتر الجنس لأنه يعرف جيدا عنصرية السعود الداخلية ويعرف لماذا أقصي أناس من أمثال منصور قديما ومشعل حديثا من آخره عن مراكز القيادة. لأنه أولاد عبداء. أولاد إيمالة يصل إلى الحكم أبدا. أشكرك عبر الهاتف لندن الدكتور محمد المسعري الباحث السعودي. دكتور الزلفة هل لديك أي تعليق على ما تفضل به؟ بكل تأكيد المسعري دائما عنده نظرة الشكوك المبنية على المغالطات. يقول المملكة العربية السعودية قامت بمساعدات قوة أجنبية لكي تخدم هذه الأهداف في هذه المنطقة. وينسى الدكتور المسعري أن الأسرة السعودية وقيامها للدولة مضى على أكثر من 350 سنة من أقدم الأسر الحاكمة في العالم. نابعة من أرضها وبنت مجدها بمساعدة شعبها. ليس بمساعدة أحد آخر مهما كانت الظروف. هذه دعايات وهذه مغالطات وهذا نقص في فهم المسعري للتاريخ هذه البلاد. المثال الأخرى أن الأمير هنا المشكال العنصرية الذي ينطلق من الأقل المسعري أنه ابن العبلة السوداء وإنه وكذا أنا أتمنى أن يترصى الأقل المسعري عن مثل هذا الكلام. أعتقد أن الكفاءة هي التي تمكن الإنسان. الأمير بندر كفاءة واستطاع أن يخدم بلده على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. لكن لا أعتقد أن الأسرة الحاكمة ولا المواطنين السعوديين أنهم فقراء في الرؤية ولا في السياسة ولا في التطلع في التعامل مع الأحداث سواء المحلية أو الدولية في غياب فرد من الأفراد. الأمير بندر قام بدوره نعم. ولكن كل ما يقال من الكلام الذي يغدده أو الروايات التي عددها الأقل فؤال قائم. وهو طبعا يقولها روايات. الروايات روايات. لا يتمد عليها إلا بالحقائب والإثبات هذا. ولذا أنا أعتقد أن غياب الأمير بندر أمر طبيعي. عودة أمر طبيعي. عودة إلى عمل أمر طبيعي. الأمور منستدقة. دكتور زلفة اسمح لي بما تبقى من وقت. دكتور إبراهيم قلت بأنه ثم تدور سيلعبه بندر من سلطان بطلب من الأمريكيين. إنعكاس هذا الدور على المملكة وصنع القرار السعودي الداخلي والخارجي. طبعا في ظل ما يجري اليوم في المنطقة. سيلتي دعني أوضح نقطة بسيطة جدا. فيما ارتبط بشخصية الأمير بندر بن سلطان. الأمير بندر بن سلطان هو شخصية عادية إعلاميا. ولكنه أمريكيا. هو شخصية ذهبية. مارس خلال ثلاثة عقود منذ عام 1980 وحتى غيابه. مارس أكبر الأدوار أهمية وخطورة في منطقة الشرق الأسطب. بل في العالم. يعني هذا الشخصية ارتبطت بصفقة الأواكس في عام 1980. وارتبطت بإيران كونترا في أميركا اللاتينية في عام 1986. وارتبطت بصفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطائرة التجسس مع الصين في عام 1992. وارتبطت بمحاولة اغتيال قيادات دينية بما فيها المرجع الراحل لسير محمد حسين الفضل الله رحمة الله عليه في عام 1986. وبالتالي هذه الشخصية. فضلا عن ارتباطه بموضوعات حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية يعني صفقات التسلح الكبرى التي تمت بما فيها صفقة اليمامة والرشاوة التي استلمها الأمير بندر بسلطان وتجاوزت ملياري دولار في مرتبط بصفقة اليمامة فقط. فضلا عن صفقات الأخرى المرتبطة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشخصية التي لعبت هذه الأدوار الخطيرة. حتى بما فيها قضية فتح الإسلام في لبنان. وقضايا أخرى في مرتبطة بالقاعدة في العراق. هذه الشخصية التي لعبت هذه الأدوار الخطيرة خلال ثلاثة عقود. لا يمكن أن أن نقرأها قراءة عادية في أوضاع غير عادية. وفي أوضاع استثنائية خصوصا في هذه الفترة. أشكرك دكتور فؤاد إبراهيم الباحث السعودي. طبعا على مشاركتك معنا. كما أشكر عبر الهاتف من نندن الدكتور محمد المسعري الباحث السعودي. وأشكر أيضا عبر الهاتف نرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة. مشاهدين شكرا للمتابعة. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة